ومن القاهرة انضم إلينا حسين مفتاح الكاتب والمحلل السياسي الليبيا سيد حسين كيف تنظر حكومة الوفاق لهكذا اجتماعات؟ من أي وجهة نظر تراها؟ بالتأكيد حكومة الوفاق الآن خاصة بعد هذا الاجتماع الذي حضره ممثلي كل المناطق الليبية حتى أعضاء مقاطعين لجلسات مجلس النواب في مدينة طبرق في الشرق الليبي حتى النواب المحسوبين من مؤيدي الاتفاق السياسي أو مؤيدي حكومة الوفاق أعتقد أن الوضع أصبح أكثر حرجا لحكومة الوفاق لسيما أن الجلسة المنتظرة التي ستعقد داخل ليبيا كما تم التوافق وقد تكون في الجنوب الليبي وفي أقصى الجنوب مدينة غات لم تحسم يا سيد حسين في غات أو في غيرها من المدن أليس كذلك؟ نعم لم تحسم أقصد لم تحسم لكن غات مرجحة لعدة أسباب من بينها أنها مدينة تمثل حياد ليست محل اختلاف بين مختلف الأطراف يعني يمكن أن تجمع الجميع كما يجتمعون الآن في القاهرة أو يجتمعوا في تونس أو دول الجوار العربية يمكن أن يجتمعوا في مدينة غات باعتبارها بعيدة إلى حد ما عن التجاذبات السياسية المحسوبة على بعض الأطراف السياسية المتسيدة دخلنا في المخرجات لهذه الاجتماعات سيد حسين هذا يعني إن حكومة الوفاق نعم مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو حتى الدعوة إلى مؤتمر أو ملتقى موسع لجميع الأطراف والفرقاء الليبيين كيف لهذه المخرجات أن تترجم على أرض الواقع إلى نقاط ملموسة تستحق التنفيذ كيف يتم هذا؟ يتم هذا إذا ما تم التوافق على إعلان حكومة بديلة لحكومة الوفاق فأعتقد أن المنظومة الدولية التي تقف إلى حد الآن وراء حكومة الوفاق باعتبار النتاج للاتفاق السياسي 2015 ستصبح في حل من الاتفاق السياسي سيتم إلغاء الاتفاق السياسي بشكل حقيقي هل هذا ممكن؟ بعد حوالي أربع سنوات قد تفرضه الوقائع العالم للأسف الآن يتعامل مع حكومة الوفاقع ليفاق حكومة أمر واقع إذا ما تم التوافق على حكومة بديلة بتوافق الليبيون بالكامل أعتقد أن العالم سيتعامل مع حكومة وطنية جديدة خاصة إذا ما علمنا البعثة الأممية سيد حسين حكومة الوفاق وبالغاء الاتفاق السياسي أين هي من هذه المخرجات؟ هناك من ضمن المخرجات مثلا تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية ليس كذلك؟ ما هي نقاط التواصل؟ وكيف يتم هذا الجسر من التعاون والتواصل؟ كيف يتم إذا ما كانت الأمور تتجه إلى لا حكومة للوفاق؟ والذي قال بعض المتحدثين في تقريرنا أنه لا وفاق في حكومة الوفاق وأيضا البحث عن حكومة وحدة وطنية تكون مختلفة اختلاف كل وجزء عما نراه الآن في ليبيا إذا ما اتفق أعضاء مجلس النواب بشكل حقيقي ستضطر البعثة الأممية للتعامل مع ما يخرجون به من اتفاق خاصة إذا ما وضعت البعثة الأممية في وضعها الطبيعي وهي المساندة هي البعثة أممية للدعم في ليبيا وليست اتخاذ القرار يجب أن يتفق الليبيون دعم من يا سيد حسين؟ دعم السراجة لدعم ليبيا؟ نعم ما الذي تقصده بكلمة الدعم؟ البعثة الأممية تدعم السراجة أم ليبيا؟ لا 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 البعثة الأممية في أساس وجودها في ليبيا منذ سمت 2011 وضعت للدعم في ليبيا لكن للأسف الآن فعلا منذ سنة 2016 وهي تقف مساندة بشكل حقيقي في طرف حكومة نفاق واصبحت واجهتها الحقيقية هي حكومة نفاق والسيد السراج الذي يترأس المجلس الرئاسي لكن إذا ما اتفق أعضاء مجلس النواب على أقل تقدير باعتبارهم الآن هم الوحيدون المنتخبون شعبيا كل الأجسام الموجودة الآن في ليبيا تفتقد للبعد الشعبي إلا عضاء مجلس النواب على الرغم من انتهاء فترتهم منذ كم سنة لكنهم هم الوحيدون الذين يمثلون قاعدة شعبية فإذا ما تم الاتفاق والتوافق فيما بينهم أعتقد أن البعثة الأممية ستضطر للتعامل معهم كأمر واقع وإذا ما اتفقوا على حكومة وحدة وطنية حقيقية بديل لحكومة الرفاق ستضطر المنظومة الأممية بما في ذلك البعثة التي تمثلها في ليبيا للتعامل مع ما يتم انتاجها وحتى اليوم في بيان القاهرة اليوم سيشكلون لجنة للتواصل مع البعثة الأممية لوضعها في الوضع وما سيتم التوصل إليه شكرا جزيلا ضيف الغدمان القاهرة حسين مفتاح الكاتب والمحلل السياسي الليبي شكرا جزيلا سيد حسين على كل ما تفضلت به